موسيقى مشاهدين الكرام طلابنا العزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم وطابة أوقاتكم في ندوة جديدة المخصصة لطلاب الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي وهي بعنوان ظواهر وجدانية التي سنتحدث في هذه الندوة الحوارية كالعادة المواضيع المؤلفة منها الوحدة نبدأ بالقراءة التمهيدية ثم ننتقل إلى نص بعنوان الوطن للشاعر عدان مردم بيك وأيضا نص آخر بعنوان لوعة الفرق للشاعر بدر الدين الحامد ومن ثم إلى الشاعر نزار قباني وعنوان النص الأمير الدمشقي نص مخصص لطلاب الصف الثالث الثانوي الفرق الأدبي وهو بعنوان رقيقة الخلق للشاعر شفيق جبري ومن ثم ننتقل إلى درس القراءة والمطالعة وهو بعنوان مهمة الشعر للكاتب نعيم اليافي كما يسرني أن يكون معي في هذه الندوة الحوارية الأستاذ خالد الحمد الموجه الاختصاصي في تربية حلب وأيضا المدرس الأستاذ نادر حقاني أيضا مدرس في تربية حلب أهلا وسهلا ومرحبا بكم كما نذكر طلابنا بالأرقام التي تظهر أسفل الشاشة لنجيب على استفساراتكم ونجيب على كل تساؤلاتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم نبدأ عندك أستاذ خالد بالقراءة التمهيدية لنبين ما معنى الظواهر جانيات طبعا في ندوة سابقة تناول زملائنا هذه الوحدة وربما توصلوا إلى عند موضوع معين سنكمل بعدهم ولكن لا بد من أن نضيء من البداية حتى نكمل الوحدة كاملة أبناء الطلبة مرحبا بكم في هذه الندوة وسعدين أن أكون معكم مع الدكتور حليم وأستاذ الأدب الوجداني تحت مسمى زواهر وجدانية في القراءة التمهيدية بدأنا في التعريف في الأدب الوجداني الأدب الوجداني نظرا لارتجال في صوقه وفيه مقاومات الشعر الغنائي وفيه مقاومات الشعر الرومانسي إضافة أننا ممكن أن نصف شعرا بأنه غير وجداني نعم نخلص إلى تعريف هو التعبير الخالص فأن المشاعر الإنسانية الشعر الوجداني هو التعبير الخالص عن المشاعر الإنسانية في مجالاتها المختلفة من فرح وحزن وغضب وكره نعم تعبر عن مشاعر ذاتية للشاعر فيستقبل الشاعر في تصوير همومه الشخصية ورغباته الخاصة في أنساق غنائية نعم نشأ الشعر الوجداني منذ فجر الإنسان مرتبطا بالإنشاد نعم فكان الشاعر ينشد مفاعلا يعني بدأ الشاعر من خلال يعبر عن انفعالات يعني يعبر عن انفعالاته منه وصنفها في أغراض معينة نعم صنف هذه الانفعالات في أغراض شعرية معينة كالفخر والرساء والهجاء إلى آخره نعم نعم نشأ الشعر الوجداني لدى العرب من خلال انفعالاتهم فقد ظهرت الغنائية قبل أن يظهر يعني تغنى الناس وتغنى الشعراء قبل أن يكتبوا الشعر يعني يصيغوا هذا الكلام الوجداني أو هذا الشعر الوجداني في قول به أو قالبه الشعري هناك دوافع بعد هذه النشأة وانفعالات وذاتية الشعر هناك دوافع هذا الشعر إذا انتقلنا إلى ارتباط الشعر في الإنشاد وإلى تصنيفه كشعر أغراض والحداء الذي كان يقول من يسير خلف أوافل الإبن كشعر عربي هناك دوافع مرار الألم ومرار التجربة هما دافعان حقيقيا في كتابة هذا الشعر إلى أن نصل إلى صفات هذا الشعر الوجداني قبل أن نلخص ما تفضلت به نبين مفهوم الشعر الوجداني وفنية نعم تفضل الخصائص قسمات إلى قسمين معنوية وفنية فالقصة الخصيدة هي الخصيصة الأولى هي فنية الخصيصة الزاتية سيد خالد نحن لا حتى لا يقع الطالب في حالة ارتباط نبدأ بالخصائص كما هي موجودة في الكتاب قصر القصيدة الزاتية، التأمل، التركيب الموحية، المعجم الشعري، الاعتماد على التصوير، الموسيقى وأيضا التراكيب الموحية هل من إضاءة عن كل نوع أستاذ خالد من هذه الأنواع؟ ربما يسأل الطالب أنه ما معنى قصر القصيدة ولو ليس بالضرور أن يكون بشكل متسلسل عندما نقول قصر القصيدة لأنه نحن من التعريف بينا أن القصيدة تعبر عن ذات الشاعر تعبر عن ذات الشاعر فهو متعارف عليه عند الشعراء قديما يقف الشاعر على الأطلال ثم ينتقل بعد ذلك في رحلة صيد أو ربما يصف حتى يصل إلى الغرض الذي يتحدث به هذا هو المقصود بقصر القصيدة نعم قصر القصيدة هي انفعالات القصيدة عندما تكون مرتبطة بانفعالات الشاعر وزاتية الشاعر ليس هناك ترتيبا زمانيا أو تراتب في الأفكار هذه عن قصر القصيدة باختصار بسيط نعم أيضا الذاتية ربما يسأل الطالب عن الذاتية الذاتية عن ارتباط الشاعر يعبر عن ذاته عن ذاته أو عن آخرين بذاته بالفعالاته برؤيته بشخصه لهذه الحالة نعم إذن هو يعبر عن تجربة ذاتية نعم لا عن الآخرين ولكن ربما يقيس تجربة الآخرين من خلال تجربته فيعبر عنها أنتقل لك أستاذ نادر بعدما ضأ الأستاذ خالد في هذه القراءة التمهيدية عن تعريف الشاعر الوجداني وأيضا خصائصه وسمتي طبعا نحن لم نقف عنده كثيرا زملائنا قد تحدثوا بالتفصيل في ندوة سابقة نمر أيضا على قصيدة الوطن للشاعر عدنان مردان بيك يعني نعرف أنت أنت كمدرس يعني كما تعطيها في الصف لطلابك نعم شكرا لك دكتور طابت أوقاتكم أعزائي الطلبي طبعا عندما نتناول أي نص شعري لكي ندرس نصا شعريا لا بد لنا من فهم مناسبته نعم بعودتنا إلى مدخله ونقف على مفرداته الصعبة التي تحتاج إلى شرح ونفهم معاني أبياته وفكره وفكرة كل بيت وفكره الرئيسي نعم وفكرته العامة والمشاعر المتجلية فيه وأدوات تعبيرها والقيم البارزة فيه والموازنة بين قولين من ناحية المعنى يعني ندرس النص من الناحية الفكرية والناحية الفنية أستاذ نادر نعم أما من الناحية الفنية في المستوى الفني ندرس فيه النمط الكتابي والمذهب الأدبي وسماته والأساليب الخبري والإنشائي ونوع كل منها ودلالتها ونقف على دلالة الأفعال والجمل كما نتناول الأسلوب التصويري نقف على الصورة ووظيفتها والمحصنات البديعية بنوعيها اللفظي والمعنوي نعم والموسيقى الشعرية نعم بعد ذلك نعرج لكي نقف على الظواهر الإملائية والنحوية والصرفية والإعرابية فيه طبعا النص الأول نص الوطن للشاعر عدنام مردان بيك هو نص من الأدب الوجداني نعم في هذا النص بدى الوطن هو المحبوب الأكثر رسوخا في وجدان الإنسان نعم فوق ثراه الطاهر تربى وعلى سفوحه الشامخة تغنى بذكريات تاريخ حافل بالبطولات ففي كل ركن من أركانه نفحة من عبير التضحيات نعم وجدير بالإنسان أن يقف خاشعا أمام هذا الوطن لكي يعطيه حقه من القداسة نعم طبعا شاعرنا في البيت الأول يبلى على الأيام كل جديد نعم في تبدل حال الدنيا وتبدل حال الإنسان في هذا البيت ظهر شعور الحزن الألم المرتبط بالتركيب يبلى على الأيام كل جديد ومن ثم تنتقل بنا في الشطر الآخر ليقف على صورة من الصور الجميلة نعم عندما شخص البلا وجعله إنسانا يدو البلا نعم تلوي بكل مشيد مع مرور الزمن يتغير حال الفرد تتغير الأمور وبالتالي يضعنا في حالة من التراث الماضي الشاعر كأنه يسترجع بنا الماضي الذي مر به الإنسان في البيت الثاني قبل أن ننتقل ساذ نادر إلى البيت الثاني يعني هنا لو بينا نحن فكرة هذا البيت أو معنى هذا البيت عندما يقول يبلى على الأيام كل جديد ويدو البلاد تلوي بكل مشيد يعني من المفترض أنا أو أنت أو أي مدرس يعني أن يذلل الصعاب أمام الطالب في كل بيت شرح المفردات فمثلا عندما أقول يبلى يعني بمعنى يفنى يرسو أو كده إلى آخر لو أخذت أنا فكرة هذا البيت يعني أنا ممكن أن أقول أنه تأثير الزمن والمصائب في الحياة يعني الشطر الأول في تأثير الزمن أنه الجديد لم يبقى جديدا على مر الأيام وأيضا أن المصائب تؤثر حتى أنها تهدم البناء المتعالي كما يظهر في هذا البيت نعم ننتقل إلى البيت الثاني نعم البيت الثاني وتشيب ناصية الرجال بوجدهم لديارهم لا يأتلي بمزيد طبعا في هذا البيت أكد الشاعر حب الرجال للديار وأبرز مظاهر ذلك الحب من خلال أن الرجال يتقدمون بالعمر ويهرمون ولكنهم يزدادون تعلقا بتراب هذا الوطن أو بتراب تلك الأرض مع تقدم الإنسان بالعمر يزداد تعلقا بالوطن نعم سيد زادر هنا نحن قبل قليل تحدثنا في القراءة التمهيدية وقلنا أن الشاعر الوجداني يتميز بخصائص في هذا البيت نلاحظ خصيصة من الخصائص التي درسنا التي هي التراكيب الموحية قد يسأل الطالب كيف أطبق هذه الخصائص على الأبيات أو كيف أسقطها على الأبيات هنا عندما يقول وتشيب ناصية الرجال ما الكلام الموحي الذي يمكن أن نشفه من خلال هذا البيت حب الوطن التعلق بالأرض الأخلاص الوفاء تشيب ناصية الرجال الناصية هي مقدمة الشعر الرئيس يعني هذه المقدمة هي آخر شيء قد يشيب في الإنسان يعني معنى ذلك الكلام الموحي من هذا البيت أو من هذه الشطرة أنه عندما يصبح الإنسان متقدما في العمر نعم يعني أنه يهرم الإنسان ويشيخه ويبقى حبه لوطنه بشكل متزايد لا ينقص نعم هذا هو المقصود في معنى هذا البيت نعم طبعا طبعا مفرد التشيب هي جاءت بصيغة الفعل المضارع نعم وأفاد استخدام الفعل المضارع هنا استمرار شيء بالإنسان وتجدد ذلك الشيء ومع ذلك هو متعلق بأرض الوطن نعم هذه دلالة الأفعال دلالة الأفعال ساذ نادر لو سمحت الآن دعنا نكون فقط في المعاني ومن ثم نطبق بعد ذلك الأمور الأخرى نعم البيت الثالث حب الدياري شريعة لأبوة في سالف وفريضة لجدودي طبعا في هذا البيت أظهر حب الوطن لدى الآباء والأجداد حب الوطن عند الأجداد كان فريضة وأصبح منهجا يسير عليه الأبوة والأبناء من بعدهم عد حب الوطن شريعة ومنهج يلتزمون به وعد الأجداد حب الوطن واجبا لا يفرطون بذرة منه حب الدياري شريعة لأبوة في سالف وفريضة لجدودي طبعا القيمة في هذا البيت تظهر تعلق الإنسان بالوطن أو حب الوطن أو تقدير حب الوطن أو ربما نقول توارس حب الوطن والتمسك بهذا الوطن من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء ومن ثم إلى الأحفاد وهكذا كمهجة إثرت تراب دفينة عصفت مصفقة بغير وريدي طبعا أظهر هذا البيت حب الوطن في الروح أظهر حب الوطن في الروح لأن أرواح من ماتوا تتحرك شوقا وحبا لهذا الوطن كمهجة إثرت تراب دفينة عصفت مصفقة بغير وريدي نعم أستاذ نادر هنا كم التكثيري أو كم الخبرية وكلمة مهجة تعني هي النفس أو الروح أن هناك الكثير من الأنفس الكثير من الأرواح التي يعني لو أخطنا بشكل مختصر أنها تبقى تحب الوطن حتى بعد الممات لأنه عندما يقول لك بغير وريد أي بغير حياة نعم وهذا البيت أنا ألاحظ أنه متعلق في البيت الذي يأتي بعده تهفو إلى الأوطان نعم تهفو إلى الأوطان أنه هذه الأرواح تهفو إلى الأوطان من حجب الرؤى نعم استمرار حب الوطن إلى ما بعد الموت نعم استمرار حب الوطن إلى ما بعد الموت الثب. نعم. يعني بشكل مختصر ممكن أن أقول فكرة هذين البيتين أنه استمرار حب الوطن إلى ما بعد الموت. نعم. ننتقل وبعجالة أستاذ نادر لو سمحت إلى المقطع الثاني. قف خاشعا دون الدياري موفيا. حق الدياري على المدى بسجودي. طبعا هنا الشاعر دعا إلى الوقوف بإجلال وخشوع أمام الوطن وأمام تاريخه. لنعطيه حقه. نعم. طلب من الإنسان أن يفد دار حقها. نعم. أن يقدسها. نعم. أن يصلي على أرضها. نعم. أن يقف خاشعا على هذه الأرض. نعم. إذن هنا يدل على تقديس الوطن. تقديس الوطن. وأيضا أنه حق وواجب على من يعيش في هذا الوطن. طبعا الشعور العاطفي هنا الحب أو بإمكاني أن نقول الاحترام. نعم. التركيب خاشعا. نعم. هذه الديار صحائف مرقومة جمعت من الأنباء كل تليدي. نعم. طبعا أشار الشاعر إلى أصالة الوطن. نعم. عندما أكد بأن هذه الأرض هي كتب قيمة. حوت أخبار الماضي المجيد. الذي يعني خلدت خلدت أمجاد الوطن القديمة. وكل ما قام به الوطن من يعني بطولات أمجاد. وخلدت في هذه الصحايا. حتى نقول مرقومة. مرقومة أي مخطوطة. 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 منمقة. هذه الأخبار التي خلدها هي كتب نتوارسها. نعم. في كل شبر من ثراها سيرة لبطولة سطرت بسيف شهيدي. طبعا في هذا البيت أشار الشاعر إلى كسرة البطولات والتطحيات التي قدمها الأبناء على مر التاريخ. نعم. إن كل بقعة من أرض الوطن تحكي قصة شهيد. نعم. صنع بطولته بحد سيفه. وهذا يجعلني أستحضر ما قاله عمر أبو ريشي في قصيدته عرش المجد لن ترى حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حرين. سيد نادر هنا فقط حتى لا يقع الطالب بحال اختلاط ما بين أدب القضايا الوطنية والقومية والأدب الوجداني. هنا الشاعر عندما يتحدث هنا إشادة ببطولة الآباء والأجداد عبر التاريخ. تمام؟ يعني على الطالب أن لا يقع بالخطأ. فهنا ممكن في حال وردت هذه الفكرة بموضوع أن يعرف من خلال مفتاح الموضوع إذا كانت تعبر عن الشعر الوجداني أو شعر أدب القضايا الوطنية والقومية. يعني لدينا مواضيع وفي كل موضوع له وحدته الخاصة به. صحيح. المفتاح الموضوع هو الذي يقود الطالب لاختيار الشاهد المناسب. أو حتى الفكرة إذا كانت تقوده إلى وحدة معينة. حتى لا يقع في اللبس. طبعا هنا حتى الشعور العاطفي في كل شبر من ثراها سيرة لبطولتين الاعتزاز. بإمكاننا أن نستخدم الصورة سطرت بسيف أو نقول التركيب سطرت بسيف. شهيدي. إني لألمس منطوى من غابر لبني أميت دون كل صعيد. طبعا هنا ألمس جاءت بمعنى أدرك جاءت بمعنى أدرك. إني لألمس منطوى بيّن الشاعر هنا أسر الأجداد في هذا البيت. نعم. إني لألمس فعل مضارع أستاذ نادر وانطوى فعل ماض. كما تفضلت ربما جاءت ألمس هنا بمعنى أدرك. نعم. طبعا هنا وجد الشاعر أسر واضحا للأجداد في كل مكان من أرض الوطن. طبعا بعد ذلك ينتقل الشاعر للكلام عن الفتوحات وجيش الأمويين القوي كثير العدد والعتاد ومن ثم يعود لكي يخلد الديار ويؤكد أن الدفاع عن أرض الوطن هو واجب مقدس وخاصة عندما قال ما كان بدعا والحمى شرف الفتاة صون الديار بمقلة وكبودي. نعم. طبعا في هذا البيت أكد شاعرنا بأن الدفاع عن الوطن هو واجب علينا أن نفتديه بأرواحنا. وظهر هنا شعور الحب في الصورة الحمى شرف الفتاة. أستاذ نادر أنت انتقلت الآن إلى بشكل عجالة عندما يقول هذه الديار مرابع لأبوة في سالف وذخائر لحفيد. هذه الديار هي ديار الأهل والأجداد التي ستورث من الأجداد وتقدم إلى من تقدم إلى الحفيد. هذا يدل على التشبث بالأرض وحماية هذه الأرض عبر التاريخ. أيضا عندما يقول في البيت الثاني رتعت بها أباء صدق حقبة بقشيب أفوك. هذا يدل على أن حموا هذه الديار وحموا وطنهم. معنى ذلك تحقق رغد العيش فعاشوا حياة كريمة فيها الجاه والإستقرار والعز. وأيضا طهرت مدارجها. يعني عندما حموا هذه الديار أصبحت كل طرقاتها طاهرة. فهي شبيهة بالبيت الحرام أو الكعبة المشرفة بعين كل إنسان محب لها طبعا كطهارة أو قدسية. أنتقل معك إلى البيت الذي تتحدث عنه ما كان بدعا. ما كان بدعا. والحمى شرف الفتى صون الديار بمقلة وكبودي. طبعا هنا الشاعر في البيت أكد وجوب الدفاع عن الوطن وأن الدفاع عن الوطن ليس أمرا مستحدثا واجب مقدس على كل إنسان يعيش في هذا الوطن نعم. فختم البيت الأخير وطني وتلك جوارح لك من هوا هتفت كساجعة بجرس نشيدي. طبعا حدد هنا الشاعر أن أحاسسه هتفت وأنشدت الوطن وأنشدت حب الوطن والحنين إليه. نعم. هذا البيت سيد نادري يدل على تعلق تعلق الإنسان بالوطن عندما يقول وطني وتلك جوارح هي أعضاء الجسد. كلها متعلقة بهذا الوطن وتكون فداء له. شكرا لك أستاذ نادر. أنتقل معك أستاذ خالد إلى قصودة لوعة الفراق للشاعر بدر الدين الحامد. أيضا نضيء عليه إضاءة سريعة. سمحت. نعم. لوعة الفراق لا بد أن نعرف أن الشاعر بدر الدين الحامد هو وولد في حما ونشأ من أسرة علم وأدب وكتب الشعر وهو فتن ولقب شعر العاصي. المدخل للنص أساس معرفة الألفاظ والمفاهيم والفكرة العامة والفكرة الفرعية في هذا النص. فاللغة العربية عندما تدخل قصيدة لوعة الفراق ويدخل المدخل إلى هذا النص فيبقى الحب المتسامي صورة متألقة العلاقات الإنسانية في أسمى أبعادها الوجدانية لحيث يحمل بين طياته أصداء النفسي وما تكونه من رغبة عارمة في عيشين رغيب. نعم. ستسخل عفوا. عفوا. نحن الآن عندما انتقلنا من قصيدة الوطن ورأينا أن الوطن هو الأكثر رسوهم في ذلك. طبعا هو أدب وجداني. لا شك في ذلك. ننتقل الآن إلى الحب الإنساني في العلاقات الإنسانية. عند شعر ما كان يقارع عندما كان يعيش في كنف المحبوبة ثم حصل الانقطاع الوصال بينهما. فيعبر عن معاناته وأيضا أنات نفسه. نعم. الحامد في هذه القصيدة بدأ فيها ببيت جميل. أكانت تلاقي يا فؤاد خيالة نعمنا به سمض محلة وزالة. اللقاء المحبوبة من أجمل اللقاءات الشاعر يتحسر أو كاد أن ينسى أن له محبوبة عندما افتقدها عندما غادت عنه فيخاطب قلبه هل عند الوصال هل غدا الوصال وأصبح الوصال وحنما يا فؤادي وأصبحت اللقاءات هنا تلاشت محلة وزالة تلاشي اللقاء كأنه أصبح خيالة البيت الثاني يعني يتحسر الأيام التي أمضاها بوجود المحبوبة طبعا بدأ بأسلوب إنشائي لإظهار الفعالاته في هذا النص البيت الثاني وليلاتنا ما بالهن ونحن لم نتم وصالا قد شددنا رحالا الألم والحسرة في بداية القصيدة واضح على الشاعر أن العاش مع المحبوبة من أجمل الأيام ففراق المحبوبة يساوي له ألم ومعاناة حقيقية لذلك البيت الثاني بمعاناة بسيط ما حالة تلك الأيام الجميلة التي أنضيناها معا هل ستعود لدينا اتصال من حسن من حلب حتى لا نطيل عليه الاتصال تفضل يا حسن أتفضل قال يا حسن نسد السرد الوصفي السرد والسرد 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 الفرق الكلام عن النمط عن النمط كتابي لا أتقصد الفرق بالأنماط السرد عفواً أستاذ نعم 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 علم الماض سنجيبك بعد قليل هل من سؤال آخر لا بس هذا ماشي أهلا بك يا حسن نكمل أستاذ خلده من ثم أستاذ نادر يجيب عن هذا السؤال البيت الثاني وليلات هنا ما حال تلك الليالي الجميلة التي لم ننعم بالهناء بها وقد تأهبت للرحيل للأيام الجميلة عن الشاعر حققت له الألام والحصر البيت الثالث حرام علينا أننا نبانة وهذا الزمان النكد وصالة وجالة قد كتب علينا الشقاء يقول الشاعر لمحبوبته لقد كتب علينا الشقاء واستحال تحقيق الرغم يعني يحمل الشعر هنا الزمان مسؤولية الفراق نعم يعني معاناة الشاعر وأيضا حبيبته من قسوة الزمان والقطاع الوصال نعم الذي لم ترحمهما نعم البيت الرابع سقاك الحياة يا مربعا طبعا المربعا هنا المفردات زردنا عدنا للمفردات فلبانا الحاجة أو الرغبة الحياة أو المطر أو الغيز سجال جمع سجال ودلو ممنوعة مخالط من الفعل خلطة في عقله اقتراض سيد خالد في كل بيت نبين معاني هذه الكلمات يعني عندما تحدثت عن البيت الثالث حرام وعلينا أن نال لوبانا قلت حضرتك لوبانا هي الحاجة أيضا الزمان النقدو أي هو زمان الشؤم صالة وجل أي بمعنى سيطرة نعم نعم يعني يمتلك زمام قيادة المكان نعم البيت الرابع دكتور وصلنا البيت الرابع سقى الحياة طبعا سقاك الحياة أخذنا مفرد الحياة المطر معنى حياة مطر نعم يعني المربع المربع هو مكان الذي كان يتنزه به أو مكان الربيع الذي يذهب إليه الأهل مكان الإقامة مكان الإقامة ومكان يكون المربع دائما يكون هو مكان جميل يلتقى بها المحبوبة نعم فالشاعر يطلب الخير على تلك الأراضي التي أحبها وعاش بها معه ربما يكون دعاء يعني نزول الرحمة والمطر الرحمة نعم هذه الديار التي حلت بها المصائف فحالت بينه وبين المحبوبة دكتور حليم المعانى في هذه الأبياد الأربع المعانى واضحة من فراق المحبوبة نعم يصور الشاعر في المطر الحسر على انقطاع الوصال بينه والمعانى والألم بالتأكيد هناك معاناة نعم معاناة على فراق المحبوبة في المقطع الأول المقطع الثاني تعلق الشاعر مفهوم الفكرة الكاملة لهذا المقطع تعلق الشاعر الشديد بالمحبوبة يقولون لي ما أنت إلا مخالط بعقلك كما تدريد دموع سجالة نعم وردت كلمة مخالط في الكتاب الجديد عندما يحب يعني بمعنى فسد عقله أو مسه الجنون أو مسه الجنون فالفكرة العامة لهذا المقطع تعلق الشاعر الشديد بمحبوبته الفكرة الفراية لبيت الخامس يوجهون لي اللوم والتهمة بأني مجدون أنني أبكي اتهام العاشق بالجنون نعم البيت السادس نعم صدقوا أني محبا هنا الشاعر يؤكد ويقر بأنه عندما يحب محبوته نعم هو يصف هنا يقر نعم صدقوا أني محب متيم نعم يقر بذلك ويقر بذلك ولا غرابة في ذلك نعم ولا غرابة في ذلك إقرار الآخر نعم ولا غرابة أو عدم استغراب يعني أنه بكاء العاشق نعم أو بكاء المحب غير مستغرب نعم البيت السابع ذكر الشاعر إن أحبتي لهم في قلبي ما لهم فإن أحبتي يستحوزون على قلبي الذي يأبى أن يفارق ذكرياتي نعم إذن هذا البيت يعبر أكثر يعني عن تعلق الشاعر الشديد بالمحبوبة عندما يقول ذكرهم طي الحشاشة والهوى مقيم وقلبي لا يود إذا أردنا أن نأخذ الشعور في هذا البيت هو شعور حب نعم وأيضا كقيمة ممكن أخذه أنا كقيمة التعلق بالمحبوبة أو تقدير المحبوبة أو الإخلاص المحبوبة نعم نعم أيام هنا أنت عاشها الشاعر مع محبوبة نعم فلعل وصالا منهم بعد نأيهم الشاعر يطلب الوصال بعد ذلك الفراق نعم في البيت الذي بعده رعى اللهم كنا عليه فإنه من الخرد بفردوس أنعم أنعم مبالا نعم إذن يطلب الشاعر من الله أن يرعى ويحافظ على هذه الزمن تناعهم على العهد الذي كان بينهم ومبينهم محبوبته نعم البيت العاشر حبيب كما شاء طبعا لا أقرأ الأبيات أنا أحاول أعطي معنا نعم إنه معشوق زرع المحبة والسرورة والدعى بما يملك من جمال بهي ودلع بسيط يعني ببساطة يعني بمعنى أنه يملك الجمال لجماله يحق له أن يتكبر نعم وأن يتدلل نعم دلالا وغنجا نعم عندما يقول أو يميس دلالا نعم يعني نوع من أنواع الدلال والغنج فيحق له نعم الألم والحزن في البيت الأخير ينهي الشاعر هذه القصيدة فيا ليت أن ملتقينا على هوا لبئس التنائي إذ يكون يعني إلى درجة اليأس من اللقاء نعم نعم يعني ينهي الشاعر القصيدة في هذا الكتاب بأن الحسرة والألم كتبت عليه فأسر لذلك المعشوق وإسر لذلك الحب ولا حبز لذلك الحب الذي لا لقاء نعم يعني بشكل مختصر أستاذ خالد يعني نحن لدينا ثلاثة مقاطع في هذه القصيدة المقطع الأول يعبر فيه الشاعر عن الحسرة على انقطاع الوصال ثم يتحدث على تعلق الشاعر الشديد بالمحبوبة وآخر مقطع يعني فيه دعاء الشاعر بحفظ زمن التنعم بوجود المحبوبة وعودت أيامنا يعني يتحدث أيضا عن التنعم بجمال هذه المحبوبة ومن ثم اليأس من اللقاء بها ننتقل أستاذ نادر معك إلى القصيدة الثالثة وهي بعنوان الأمير الدمشقي أو قبل أن ننتقل سأل حسن من حلب نعم النمط النمط السردي يقوم على استخدام الأفعال نعم يقوم على استخدام الجملة الخبرية يقوم على الحوار أحيانا نعم الحوار قد يكون بين شخصين قد يكون حوار الشخص مع ذاته نعم قد يكون حوار الشخصي مع ذاته أما بالنسبة للنمط الوصفي يكثر فيه استخدام الصور والتشبيهات نعم والشاعر يعتمد الصفات والأحوال يعني تكثر الصفاء والحال في الشعر نعم حتى عندما نقول سردي أي أن الكاتب يسرد يعني يتحدث يستخدم الأفعال ربما الأفعال الماضية بكثرة نعم نعم استخدام الأفعال الماضية بكثرة نعم معك أستاذ نادر يعني ربما نتمنى أن تكون قد وصلت الإجابة للإطالة الحسن أنتقل معك إلى قصيدة الأمير الدمشقي أيضا بعجالة استاذ نادر حتى لا يضيع الوقت منها طبعا قصيدة الأمير الدمشقي هي للشاعر نزار قباني نعم وهي قصيدة في رساء ابنه توفيق نعم حيث يبقى الرساء الاستجابة الحق للنفس المترعة بالحزن أمام عظمة الموت فينساب شعرا وجدانيا مفعما بأنات الروح وصدق الأحاسيس حين يكوي الفقد قلب أب مسكون بحب الحياة ولهفة اللقاء نعم يعني استاذ نادر نحن حكينا أو تحدثنا من البداية أن الشر وجداني والشر الذي يعبر عن ذات الأديب أو ذات الشاعر وهنا الشاعر هو يعني قد فقد ولده فبالتأكيد ستكون مشاعره وأحاسيسه صادقة نابعة من قلب قد أصابه الحزن أو انتكب بوفاة ولده نعم نبدأ بالقصيد لو سمحت مكسرة كجفون أبيك هي الكلمات نعم ومقصوصة كجناح أبيك هي المفردات فكيف يغني المغني نعم وقد ملأت دمع كل الدوات نعم وماذا سأكتب يا ابني وموتك ألغى جميع اللغات نعم طبعا في هذا المقطع يظهر الشاعر معاناته من رحيل ابنه يظهر حزنه نعم أو محذن نعم ويظهر أيضا عجز اللغة عن التعبير نعم عن من غيبهم الموت نعم إذن الآن أعبر عن حزنه الشديد وأيضا عن عجزه في التعبير عن هذا الموقف الذي هو فيه بموت ولده نعم طيب يعني الآن كفكرة ماذا نستنتج كفكرة لهذا المقطع المعاناة من فقدان الابن أو الحزن على من غيبه الموت أو على مثلا ولد الشاعر نعم أنتقل معك إلى المقطع الثاني أشيلك يا ولدي فوق ظهري كمئزنة كسرت قطعتين وشعرك حقل من القمح تحت المطر ورأسك في راحتي وردة دمشقية وبقايا قمر واجه موتك وحدي نعم وأجمع كل ثيابك وحدي وألثم قمصانك العاطرات ورسمك فوق جواز السفر نعم وأصرخ مثل المجانين وحدي وكل الوجوه أمام نحاس وكل العيون أمام حجر فكيف أقاوم سيف الزمان وسيف انكسر نعم يعني الآن الشعر هنا يصور لنا مشهد الوفاة الوفاة نعم يعني والمصاب الذي حل به نعم لأنه يشعر بأنه لم يعد يستطيع مقاومة الواقع لم يعد يستطيع مجابهة الآخرين وكأنه فارس وخاصة عندما قال سيف انكسر نعم في هذا المقطع يظهر لنا كيفية انتقال ابنه أشيلك يا ولدي فوق ظهري يظهر حالة الألم والمعاناة التي عانى منها وكأنه في حالة لا يستطيع فيها على مقاومة أي شيء كما أنه يشير إلى جمال هذا الولد وبراءته وخاصة عندما يقول وشعرك حقل من القمح تحت المطر ورأسك في راحة وردة دمشقية حتى أنه يظهر انتماءه لطبيعة بلدنا سوريا وخاصة طبيعة دمشق واجه موتك وحدي هنا أحس الشاعر بالغرب عندما لم يعد هناك أحد جواره يواسيه أو يحاول إخراج ابنه أن يقف معه أن يقف في محنته معه لذلك هنا المرارة الألم والغرب الاغتراب واجه موتك وحدي وأجمع كل ثياب وحدي وألسم قمصانك العاطرات حتى بدأ الشاعر يقبل ألبس هذا الولد التي يفوح منها رائحة عطره أو عرقه حتى يفوح عطره منها ورسمك فوق جواز السفر وأصرخ مثل المجانين وحدي وكأنه فقد عقله عندما أصابته واجه واجه هذه المصيبة بمفرده ولم يشارك أحد أحزانه وخاصة عدم مشاركة الأحزان تتجلى في قوله وكل الوجوه أمام نحاس وكل العيون أمام حجر وكأن الأطراف الموجودة حوله لم تشاركه هذا الحزن فكيف أقاوم سيف الزمان طبعا هنا الإنسان لا يستطيع مقاومة يعني يعتبر أن ولده كان ساعده ويعني المعين له وبموته قد فقد هذه القوة التي كان يستند إليها ننتقل حتى نحافظ على الوقت إلى المقطع الثالث لو سمحت وبعجال أيضا سأخبركم عن أمير الجميل عن اللي كان مثل المرايا نقاء ومثل السنابل طولا ومثل النخي كان صديق الخراف الصغيرة كان صديق العصافير كان صديق الهديل سأخبركم عن بنفسج عينيه هل تعرفون زجاج الكنائس هل تعرفون دموع الثريات حين تسيل سيد نادر دعنا نقف عند الأسطر الثلاثة الأولى نعم يعني هنا في هذه الأسطر هنا يبين الشعر صفات النفسية والجسدية لولده نعم ولده طاهر نقي نعم وخاصة عندما قال مثل المرايا نقاء في الطهر هنا نقاء نعم صفات نفسية نفسية ومثل السنابل طولا جمال طويلا وشموخ وقد أقول معطاء لأن السنابل لأن السنابل هي رمز للخير والعطاء نعم وإذا وقفت عندك كلمة النخيل قد أقول الأصالة المترتبطة فيه لا أعرف يعني هنا قد نذهب هذا المذهب نعم وقد تكون طول القامة ليس هناك نعم الشعر حمال أوجه في المعاني نعم وكان صديق الخرافة الصغيرة وداعته وداعته ولطافته ورقته وكان صديق العصافير هو أليف ودود محب كان صديق الهديل أيضا هنا ساذا نادر حفاظا على الوقت يعني يعبر عن حزنه من هذه الأسطر كلها تعبر عن حزنه وأيضا عن خجل عيني وابنه خاصة عندما قال بنفسج عينيه نعم انتقالا إلى كان كيوسف حسنا كان كيوسف حسنا أيضا هذه من الصفات الجسدية أو الصفات اللي يعطي فيها جمال جمال هذا الشخص ولده كان جميلا نعم وكنت أخاف عليه من الزئب كنت أخاف على شعره الذهبي الطويل وأمس أتوي أحملون قميص حبيبي وقد صبغته دماء الأصيل طبعا هنا دماء الأصيل نقف عليها قليلا دماء الأصيل نعم وقت الغروب نعم أنه أتي بخبر وفاتي وفاتي ولده ربما يكون عندها عندها الغروب وحتى مشهد الأصيل يوحي بالحزن نعم يوحي بالرحيل بالهدار بالفرار يوحي بالرحيل نعم نعم فما حيلتي يا قصيدة عمري إذا كنت أنت جميل وحظي قليل نعم طبعا في هذا المقطع يذكر الشاعر الصفات الجسدي والنفسي لابنه نعم في المقطع الرابع في المقطع الرابع أحاول أن أصدق أن الأمير الخرافية توفيق مات وأن الجبين المسافرة بين الكواكب مات وأن الذي كان يقطف من شجر الشمس مات وأن الذي كان يخزن ماء البحار بعينيه مات طبعا هنا يظهر حالة ذهول الشاعر من فقدان هذا الابن وعدم تصديق الخبر يعني يحاول أن يقنع نفسه نواسي نفسه أن هذا الأمر ما تم وما حصل لذلك يدفع عن هذه الأخبار وينفيها إذن هو لا يصدق أن ولده قد مات وخاصة أنه يصف وأن الجبين المسافر وهنا هذا الولد يحتم يمتلك طموحات عالية تصل إلى النجوم التفوق والأمل وأيضا كان متوقدا متوقدا مشتعل عندما يقول شجر الشمس نشيطا حركا في حياته وأن الذي كان يقصد ما أبي حاني بعينيه مات ربما هنا يقصد أيضا زرقة عيني هذا الولد يعني ممكن نقول كفكرة هذا المقطع سيد نادر طبعا ذهول الشاعر من فقداني من فقداني أو عدم تصديق خبر وفاة هذا الأبن أتوفيق إن جسور الزمالك ترقب كل صباح خطاك وإن الحمامة الدمشقية يحمل تحت جناحيه دفء هواك نعم سورة العيني كيف وجدت الحياة هناك فهل ستفكر فينا قليلا وترجع في آخر الصيف حتى نراك أتوفيق إني جبان أمام رثائك فارحم أباك طبعا هنا في هذا المقطع يتمنى الشاعر عودة ابنه من غيابه نعم ورحيله نعم إذن تمني الشاعر عودة ابنه وهو يؤكد أيضا أن الطرقات التي كان يسير فيها تتمنى أن يعود هذا الابن لكي يخطو عليها بقدميه نعم شكرا لك أستاذ نادر على هذه الإضاءة على هذه المقاطع من معاني أنتقل أستاذ خالد ما تبقى من وقت إلى قصيدة رقيقة الخلق للشاعر شفيق جبري الخاصة بالصف الثالث الثانوي الأدابي نعم نقف عندها بدقة لو سمحت أستاذ خالد أو ما تبقى من وقت معاني طبعا القصيدة هي للشاعر شبيه جبري والشاعر شبيه جبري هو شاعر سوري ورد من أسرة عريقة درس المتنبي وآخرين وله دواوين وعد من هذا الديوان أخذ من الديوان نوحل عن دليل أخذ هذا النص نعم فالمدخل إلى النص المرأة سر وجود الإنسانية وينبوع وجودها هي الفن في أعظم تجلياته والجمال في أبهى صوره وهي الحياة في أسمى معانيها إذن المرأة هي ملهمة للشاعر هي المرأة هي المحبة للشاعر المرأة بصفاتها القلقية هي مصدر حب عظيم لهذا الشاعر القصيدة هاكي القريضة سلكه هاكي ناجي الذي في سواد الليل ناجاكي فهزي إذن هاكي هاكي القريضة فهزي سلكه هاكي هزي سلكه هاكي ناجي الذي في سواد الليل ناجاكي إذن الشاعر يطلب من المحبوبة أن تأخذ شعره ويستمتع بقراءة المحبوبة لشعره هذه فكرة البيت البيت الثاني أو ممكن نقول أنه المرأة هي مصدر إلهام الشاعر طبعا المرأة مصدر إلهام الشاعر كفكرة في البيت الأول البيت الثاني إذا القوا في أبت يوما مطاوعتي نحوت في خطرات الشعر منحاك الشرح حين يصعب علي نظم الشعر أتجه إليك أيها المحبوبة الفكرة استرهم الشعر من المرأة أو استرهم الشعر من المرأة أو يسترهم الشعر من المرأة البيت الثالث أنت جمال الحياة فما تزهو محاسنه أنت جمال الحياة فما تزهو محاسنه إلا إذا طاب للأحياء مزهك إذن الشرح أنت جمال الحياة ويزينه للناس حضورك البهي زردنا أن نتحدث عن الشعور العاطف نقوله شعور عجاب وإذا أردنا أن أتحدث عن فكرة نقول وجود المرأة زينة الحياة البيت الرابع خلقتي أنسا لعين ليس يؤنسها إلا التفيئ في أفيائي مغناكي لقد خلق الله هذه المرأة تكون مؤنسة للرجل وفكرة البيت وجود المرأة أنس وراحة للنفس والشعور العاطفي عجابي دور المرأة أو عجابي المرأة في وجودها في هذا المجتمع البيت الخانس ليس الربيع وإن بشت أزاهره أحلى على العين من ريا مزاياك مهما تزين الربيع بالورود فإنك تتفوقين عليه في الجمال والحسن هذا شرح البيت أما فكرة البيت فهي جمال المرأة يفوق جمال الربيع والشعور وعجاب نعم تفوق جمال المرأة على جمال الربيع البيت السادس ولا العنادل في الأفنان هادلة أشهى إلى السمع من رنات ذكراكي نعم ليس تغريد العصافر أجبال من صوت المرأة نعم أو ذكر المرأة أو ذكر المحبوبة ورود ذكر المحبوبة في نفس الشاعر نعم روّت ذكر المرأة في النفس أو ورود ذكر المحبوبة في نفس الشاعر وكذلك الشعور هو أعجاب المرأة وهبة الريح إن لانت ملامسها فإنما أورستها اللين كفاكي نعم تلك النسمات الرقيقة العليلة التي استمدت من نعومة إيديك نعم ببساطة الفكرة رقة المرأة ونعومتها نعم الشعور أعجاب وهذه الليلة الليلاء حائرة كأن متي من ظلماء مرأك نعم حتى الليلة المظلمة تحس بالحيرة أمام حسنك وكأنها تعشقك الفكرة الافتتان بجمال المرأة الشعور أعجاب نعم حليتي بالخلق المسطور جانبه سبحان من بريق الخلق سبحان حليتي بالخلق المسطور جانبه سبحان من بريقيق الخلق حلاك الشاعر يجعل المرأة مزينة بالخلق المهزة فسبحان الذي منحك هذه الأخلاق الكريمة نعم والفكرة فضائل المرأة وشيمها الشعور أعجاب إذا أردنا كما تحدثنا أن نبحث عن الأفكار أو الفكار الرئيسة للمخاطئ نستطيع أن نقول التغني بمكانة المرأة كفكرة عامل النص نعم أما الأفكار الفرعية أو الأفكار الفرعية لكل مخطأ المرأة تمنح الوجود جماله المخطأ الثاني تفوق المرأة على الطبيعة في الجمال أو تفوق المرأة على الطبيعة في الجمال المقطع الثالث تأثر الطبيعة بجمال المرأة نعم إذا أردنا نجري بعض التطبيقات نعم التوكيد اللفظي إذا أردنا أن نجعل هاكي وهاكي التوكيد اللفظي تابع إذا أردنا أن نجعل هاكي وهاكي أيضا من موسيقى الشهر الداخل بتكرار كلمات كأعراب جمل إذا أردنا أن نعرف جمل فهاكي القريضة ابتدائية لا محل لها من أعراب نقطع البيت الثاني بعض إذا القوافي كأعراب كلمة القوافي بعد إذا تعرف وفاعل مثال محظوظ سوف يسيرها المذكور الجملة اللي واقع بعد إذا تعرف في محل جرم بضاف إليه نعم لكن هنا وقعت تفسيري لكن هنا وقعت بعد بعض البعض منحاكي ونجاكي ومزهاكي عندنا أعفا منحاكي مزهاكي مغناكي أسماء مشتقة هذه الأسماء تكون اسمكا بالعودة إلى المفرد البيت الثالث ما في شيء نحن نعلق عليه خلقتي إنسا لعيني ليسا كمان جملة إنسها جملة فعلية وقعت في محل نصب خبار ليسا بيت الخامس نعم أستاذ خلقتي أنسا لعيني ليسا لو سمحت أستاذ خالد يعني ربما أستاذ نادر أنت كمدرس نعم يعني كيف يمكن أن تقدم تطبيقات أخرى غير التي ذكرها الأستاذ خالد لطلابك نعم سأقدم بعض التطبيقات الأخرى لتكون من البيت الثالث نعم الزهو الجمال وتجدد ذلك الزهو أستاذ نادر نعم ليست كافية لأن الطالب يجب أن يقوم بربطها بالمعنى المعنى الموجود مثلا أنت جماله الحياتي أفاد استخدام الجملة الإسمية الثبات والاستقرار على جمال المرأة ورسوق ذلك الجمال نعم يعني باختصار أنه لا تكفي هذه الإجابة يعني لا ينال الدرجة كاملة إلا إذا ربطها بالمعنى يجب أن يقوم بربطها بالمعنى طيب السكتور فيها تصويبهم نعم البيت الرابع ليس حرف نفي وليس أتفال ماض ناقص جملة أنيسها وقعت بعينة اسم مفراد فهي نكرة تكون صفة له ليس تصبح حرف نفي مهمل مهمل إذا دخلت على الفعل المضارع ولم تتصل بضمير نعم بضمير أبدا هذا أيضا دكتور قد أقول للطالب إجعل ليس التي هي نافي مهملي عاملة عاملة أو حول ليس من نافي مهملي إلى عاملة فيقول للطالب ليس الأمر يؤنسها يدخل اسما عليها أو يجعل ضميرا يتصل بها نعم تماما هذا للتوضيح وخاصة أن أسلوب النفي هم الأساليب الموجودة في هذا المنهاج السيد نادر الوقت يداهمنا أعود للسيد خالد بعجالي 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 درس المطالعة وكيف نعم كيف يعني ربما تردنا الكثير من الأسئلة أنه كيف الطالب أو من أين يأتي بالأسئلة حتى يجيب لابد للطالب أن يقرأ هذا النص وأن يتبنى الفاظ والمفاهيم لهذا النص لا تكون هناك حفظ لا يكون هناك حفظ للكتاب أو للأسئلة الموضوعة من قبل المدرس بعض المدرسين يضعون على دروس القراءة أسئلة وأجبات أن حفظ الأجوبة لهذه الأسئلة يجعل الطالب في حيرة في اختيار الإجابة عندما يأتي سؤالا مغايرا لإجابة أخرى فكاتب الدكتور نعيم اليافي كاتب سوري ويدا في حمص بعجالي نص المقطع الأول يبين فكرة ارتباط الشعر بالقيم والقيم هي الحق والخير والجمال المقطع الثاني إضاحة غاية الشعر وزاته وتفسير نظرة الرومانسيين المقطع الثالث رأي الكاتب في موقف القدمة من هذا الشعر والمقطع الرابع المقابلة بين حقيقة الشعر وخاضية العالم أسئلة بسيطة تأتي ممكن كيف تتحدد مهمة الشعر يعني عندما الطالب يقرأ هذا الدرس المطالع يعني هو قادر على الإجابة على أي سؤال يعني كما نلاحظ يعني نسأل كثيرا أن هناك بعض النصوص يعني يرد عليها أو ربما يأخذ عليها بالمدرسة أو يعطيه مدرسه لا يقل عن عشرين سؤالا فيضطر دون الرجوع إلى النص أو دون قراءة النص يعني من المفترض أن يقرأ النص قبل الإجابة عن هذه الأسئلة وإلا لم يستفد منها شيئا يعني ربما يصبح لديه اختلاط بين الأسئلة وخاصة المتقاربة تكون من فكرة واحدة أو من فكرتين متقاربتين فنعم أستاذ نادر يعني تقصد دكتور أن يفهم النص نعم أن يفهم النص أن يقرأ النص قراءة يعني واعية وأيضا يفهم وهو قادر على الإجابة عن أي سؤال يأتيه ليس بضرورة أن يأخذ بالمدرسة عشرين سؤالا أو أكثر صحيح دون الرجوع إلى النص حتى دكتور يعني هناك بعض الطلاب إذا فقد كلمي من الإجابة نراه يفقد الإجابة كلها نعم هذا الحفظ الغيبي نعم يعني على الطالب أن يتكيف بالإجابة يعني عندما ينسى كلمة حتى لو كان حافظا لمقطعين أو لمقدمة في الموضوع أو كذا يعني يحاول أن يربط من الكلمة أو يجد البديل لها دكتور يعوازي ينطبق على النصوص أيضا عندما يشرح المفردات وتكون هذه المفردات هي زخيرة لغوية لها الطالب يستطيع أن يبني عليها شرحا حقيقيا دون أن يحفظ شرحا أو حتى المقدمات في المواضيع الجاهزة نحن يسمونها في بعض الأحيان قوالب موضوع الأدبي أو قوالب موضوع التعبير للأدب الكتابي نعم يبتعد الطالب وليأخذ الفكرة وليأخذ نص السؤال في الامتحان الكتابي ما هي الفكرة التي حددها الموضوع وكيف يتعامل مع هذه الفكرة في كتابة موضوع التعبير وهذا ما يقلق ويؤرق طلابنا فالفكرة الأساس الموجودة في نص السؤال تمنح الطالب مجالا أن يبدأ في كتابة هذه الفكرة بناء على اعتماد على زاكرة ومخزون لغوي أخذه من الكتاب القوالب الجاهزة الأسئلة في القراءة الكثيرة وقد تكون متناسبة مع الإجوبة السؤال قد يكون الجواب غير متناسبة مع السؤال أصلاً في تغيير بنية السؤال قد تتغير الإجابة فبالتالي أنا أنصح جميع الطلاب أن يعتمدوا الكتاب المدرسي وأن تكون القراءة الأولية لكل نص ولكل قراءة مطالعة مفهومها البسيط أن يحفظ المفهوم العام الفكرة العامة ويسمها الفكرة الجزئية في ترتيب هذه الفكرة الجزئية ليصل إلى رؤية واضحة في قراءة السؤال إذن إذا وضعنا نصيحة في هذه الندوة على الطالب أن يتفهم نص السؤال لكي يصل الإجابات باختصار أستاذ خالد لم يبقى لدينا وقت نهائي بخلاصة أنا أنصح زميل المدرس أن يعلم الطالب كيف يكتب لا أن يحفظ وأيضا على الطالب أن يتحرر من قيود الحفظ يتكيف بالكتاب يعني كما تفضلت هذه التروة اللغوية التي هي في ذاكرتي أن يركب بها جملا كيفما شاء بحيث أن يحافظ على الفكرة انتهى وقتنا لا يسعني في نهاية هذه الندوة الحوارية إلا أن أشكر ضيفي الأستاذ خالد الحمد الموجه الاختصاصي في محافظة حلب وأيضا الأستاذ نادر حقاني المدرس أيضا في محافظة حلب والشكر لكل متابعينا وأيضا الشكر لكل العاملين في الفضائية التربوية على أمل اللقاء بكم في ندوة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته